خلونا نروح لتقرير روحنا فيه لأكبر مصنع موجود مخلل في قرية شبرتنا في الغربية تكي تقولي تقرير على مصنع المخلل أقولك آه ليه بقى المصنع ده مولانا مش بيه ما هوش مجرد مصنع مخلل وخلاص ده بيصدر أنا أول مرة والله العظيم كلمكم جدا لحد ما عرفت المعلومة وشوفنا التقرير إن احنا فيه عندنا مصنع بيصدر مخلل والله العظيم كنت أعرف وانبسط ليه أنا مصر تنتج خضروات وتصدر خضار بحطات تصدير كده تشوفها طول ما انت ماشي على الطرق اللي هي ما بين المحافظات وما إلى ذلك فببقى فرحان أتابع البيانات بتاعت وزارة الزراعة وتابع أشوف ألا أحد من التصدير بتاعي أنا كمصر بصدر حصلات زراعية وخضرواته وفواكه وووو حاجة عظمة معدل الصدرات بتاعتي عمال بيزيد الحمد لله والشكر لله الناتج المالي اللي بيجيلي بالعملة الصعبة عمال بيزيد برضو يعني الكمية اللي بصدرها بتزيد والفلوس اللي بجيبها بتزيد ميت فل لكن إن أنا كمان أبدأ أصدر حاجات تقدر تعتبرها ما بين قصين في حيز التصنيع زي الحفظ وهو المخلل ده عبارة عن إيه خضروات محفوظة بشكل ما عن طريق إيه التمليح والتخليل هو ده تعالوا تشوف التقرير ده فتعرف إن اللي عاوز يعمل الحاجة بيعملها حاجة آخر شطارة حاجة آخر شطارة وستاذ أحمد بالمناسبة يعني لسه هو بيقول لنه استاذ أحمد والفضل هنعمل حملة مكسفة ولا حاجة المعنون بالتفصيق منطقة حدايا الأهرام اللي هي على طريق الفيوم وطريق اسمه إيه ده الوحاة بس كده خش لا هي حدايا الأهرام ده عايزة تكنيكت ده احنا ثلاث نواب بنشتغل على حدايا الأهرام مش عارفين اللي إماها منين ولا منين لش أنا آسف أن أنا بتكلم على موضوع أنه هو بمجلس النواب يعني أنا هنا بشتغل مزيع بس مش عارفين اللي إما من فين ولا من فين شركة الوطنية نزلت عندها هناك أكتر من منفذ أمان عندها هناك أكتر من منفذ حلم التجار غتتة أنا بيقول لك أهو غتتة وعنهم قد كده غتتة فأنا مبسوط وزيادات السعرية غير المبررة شدة الحل على الناس الناس على باب الله يا عم يخفوا واحدة واحدة مش كده أو التموين يا زلالكو وبالمناسبة هتنزل كل شوية كل شوية فيتلم يا هتتلم انت حر خلوني أرجع بس على تصدير مخلل دي حكاية حلوة جدا أول الله بنصدر مخلل طب تعالوا نشوف المصنع ده وتعرف أنه اللي عاوز يشتغل بيشتغل اللي عاوز يكبر بيكبر اللي عاوز يصدر للعالم هيصدر اتفرر على التقرير المصنع هنا عبارة عن مصنع لتصدير تصنيعه وتصدير المخللات وورا العنب أول حاجة بنستلم الزروع من مزرعنا المسجلة في هيئة سلامة الغذاء بعد كده بتم عمل عملية غسيل للزرع بعد كده بنعمل محلول الحفظ للزروع دي بقى كده بتم وضع الزروع دي في براميل الخاصة بيها وبنحط عليها محلول الحفظ بتاعها بعد كده بنبدأ أن احنا نحطها في المخزن الخاص بالمصنع عندنا هنا وبيتم المتابعة وتفتاح البراميل دي كلها على فترات متقربة جدا يعني خلال عدة أيام بنعمل على تزويتها بالمحلول الملحي وبنعمل برضو أن احنا نقسها بالبي اتش نقس البي اتش ونقس الملح بتاعها بعد ما المنتج بتاعنا هنا بيكون اتفرز بنستلم احنا من مرحلة الفرز للغسيل بنقن بالبراميل هنا في حوض الغسيل بعد كده بيتغسل كويس جدا ومر مرة كمان مرحلة كمان على الفرز مرة كمان بنتأكد أن احنا شرنا كل حاجة بعد كده بيديج المرحلة الميزانة ونقفل الجرد الكويس نتأكد أن الجردل ما يكونش فيه أي سقوب ولا أي حاجة تدخل هوا ويسبب بعد كده بكتيريا للمنتج بتاعي بنقفل الجردل تمام ونطلع بعد كده المرحلة اللي بعدها ببدأ أخذ الاستقرات من مدير التصدير ببدأ اللي أنا رجحها بشوف المكونات اللي فيها مطابقة للمنتج اللي أنا هبدأ أرسه ولا لا بشوف برضو المحليل والاستقر ده محتوى بيكون مكتوب عليه اللي هو المكونات المحليل اللي موجودة محليل الحفز والمية طبعاً والمال وبقى فيه برضو تاريخ الانتاج والانتهاء وبخش على الفراز حسب المنتج اللي بيجيلي بشتغله زي ما انت شايف جداً سواء قد شطعوا لمون أو زتون أو أي منتج